مرحبا بكم جميعا في حلقات جديدة من حلقات المشخص في البيطرة بهذه الحلقة سوف نتكلم قليلا عن الزينك وكيف نحذر معمليا عنصر سلفات الزينك سباعي الإيميحة زينك صالفيت هبتاهايدريت في الجزء الثاني من الفيديو أما في الجزء الأول سوف نتناول بعض من النظريات سوف نأخذ تجربة قام بها العلماء حيث أنهم نزعوا عنصر الزينك من تغذية الأساسية للحيوان ورأوا بذلك تغيرات في الأعراض السريرية تغيرات في الآفات تغيرات في البيوكيميائية في جسم الحيوان لنبدأ إذن 18 خروفا يزينون حوالي 35 كيلوغرام قسمت إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها ثلاث خراف وتم تغذيتها بالأغذية التالية بازل الغذاء الأساسي الذي لا يحتوي على زينك يحتوي على قيمة 2.7 ميليغرام زينك في الكيلوغرام نعلم جميعا أنه الخاصة بالزينك هي من 100 ميليغرام في الكيلوغرام إلى ممكن من 40 إلى 50 ميليغرام في الكيلوغرام من المادة الجفة ولكن البازل كانت تقريبا شبه معدومة من الزينك 2.7 ميليغرام في الكيلوغرام من المادة الجفة هذا المجموعة الأولى بازل المجموعة الثانية المجموعة الثانية بازل زائد 2% بولي اتيلان المجموعة الثالثة بازل زائد 0.61% فيتك أسيد فيتات المجموعة الرابعة بازل زائد 0.61% فيتك أسيد زائد 2% بولي اتيلان المجموعة الخامسة كانت بازل زائد 100 ميليغرام زينك في الكيلوغرام 100 بي بيه والمجموعة السالثة بازل زائد 100 ميليغرام في الكيلوغرام زينك زائد 2% بولي اتيلان الغذاء الأساسي الذي تستند عليه هذه التجربة يحتوي على 2.7 ميليغرام زينك في الكيلوغرام من المادة الجفة كان يحتوي على المواد التالية بيض البيض 15% سيليلوز 18% غلوكوز أحادي الإيمها 27% تقريباً النيشة 27% تقريباً وزيت الذورة 3% وبعض المعادن والفيتامينات مع داع انصر الزينك الذي كانت نسبته 2.7 جزء من المليون الحيوانات التي غذيت على أنظمة غذائية لا تحتوي على الزينك أو غير مدعمة بالزينك أعراضات الأعراض السريرية التالية فقدان في الشهية بايكا حيث كانت من نوع أكل الصوف نقص في النمو نقص في تحويل الغذاء يعني يأكل ولكن لا يزيد في الغذاء لوزول يعني الصوف ينتزع بسهولة الدليل على الألوبيسيا سوول الهوكس العرقوب منتفخ رد ورنكلد سكن إحمرار في الجلد وظهور جلد متجاعد ظهور أفات على سطح الجلد فوق الحوافر وحول العينين التغيرات في الأنسجاء وهو يعني مميز لنقص عنصر الزنك نقص عنصر الزنك وجدوا بأنه عنصر الزنك قليل في الأنسجاء والجلد فيه نظير التقرن نظب اللغة العربية نظير التقرن باللغة الفرنسية تغيرات بيوكيميائية في الدم خاصة منها نقص عنصر الزنك في المصل نقص عنصر الألبيومين في المصل وزيادة مستوى الزنك زيادة إفراز اللعاب زيادة إفراز الدعاب وتغيرات أخرى العنصر الزنك نقص عنصر الزنك على هذه الحيوانات كان شدته قليلة على الحيوانات التي دعمت بالفيتات عنصر الفيتك أسيد تغذية الحيوانات تغذية الحيوانات التي تنتمي إلى المجموعة التي دعمت بالزنك مائة بي بي أم أو مائة جزء من المليون نفس الشي مائة جزء من المليون من الزنك في المادة الجافة لمدة خمسة أسابيع تم سمحة بحذف جميع الأعراض السريرية لهذا النقص مائة بي بي أم من الزنك هذا فيما يخص فيما يخص تجربة عن إعطاء الزنك وحذف الزنك من تغذية الأغناء نذهب إلى الفقرة الثانية وهي صناعة كيفية صناعة سلفات الزنك سبع الإمهة مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة أو تتم لحلقة نقص عنصر الزنك وتكلمنا في الجزء الأول عن تكلمنا عن الأشياء العامة عموميات حول نقص عنصر الزنك عند الأغناء في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى طريقة تصنيع انظر معي طريقة تصنيع سلفات الزنك سبع الإمهة باللغة الفرنسية لسلفات دو زنك إبطاء إدرات بالفرنسية بالإنجليزية زنك سولفيت هبطا هيدريت انظر لأنه هبطا هيدريت هو يعني مثل العجينة لأنه يحتوي على الكثير من الماء يسمى أيضا الزيج الأبيض مثل ما هناك الزيج الأزرق الذي هو كبريتات الحديد هناك كبريتات الزنك سبع الإمهة يسمى الزيج الأبيض هذا الزيج الأبيض هذا أيضا هذا الزيج الأبيض إذن نحتاج عنصرين إذن قبل التطرق إلى العملية نذكر التفاعل زنك زائد سلفوريك أسيد لصيد سلفوريك سلفوريك أسيد يأتينا سلفات دو زنك سلفات الزنك أو كبريتات الزنك نفس الشي زائد غاز الهيدروجين أو غاز تنائي الهيدروجين إذن السلفوريك أسيد هو هذا المنتج هذا المنتج كما ترون هنا المكونات حمض الكبريت أو لصيد سلفوريك بالفرنسية أو بالإنجليزية سلفوريك أسيد سلفوريك أسيد الدرجة هي ثنين وثلاثين بوم أو بومي أو ثنين وثلاثين بي هذه واحد لتر تقريبا واحد دولار تقريبا إذن هذا حمض البطاريات حمض بطاريات سيارات هذا كما ترون مكتوب الفرنسية أسيد سلفوريك H2SO4 نأتي إلى المهتفع الرقم 2 يعني مصدر الزينك مصدر الزينك هذه ربما إذا لم تكن تعلموها تعلمونها هذه ربما قد رأيتموها سابقا في إطار السيارات هذا المشد المشبك المشد وهذه تجدونها في إطار السيارات هذه يسموها بالإنجليزية هي ويل ويت ويل يعني العجلة ويت يعني وزن العجلات يعني الثقل العجلات هذه يستعملوها يستعملوها في يستعملوها أصحاب الكيليبراج أصحاب التوازن السيارات والجونفلور يعني الذي ينفخ العجلات تجدونها عندها هذه الترجدونها مرمية يعني واحد يطلب منه الإذن ويدي ويلقط هذو يلتقطهم من الطريق من باحة الدكان أو ممكن يشريهم إذن نتطرق إلى إذن تأتي على عدة أشكال تأتي على عدة أشكال ومكتوبة فيها رموز ما هي هذه الرموز؟ مثلا هذه مثلا هذه مكتوب فيها 30 يعني 30 غرام وزنها 30 غرام مكتوب فيها لاحظ معي زد كبيرة وك صغيرة يعني هذه زاماك ما معنى زاماك؟ زاماك هي خليط من المعادن أساسه الزنك مع المغنيزيوم والنحاس والألمنيوم ويكون العنصر الزنك أساسيا يعني زاد بالنسبة للزنك وآ بالنسبة للألمنيوم وآ بالنسبة للمغنيزيوم وك بالنسبة لكيبريوس يعني النحاس كوبر هذه 30 غرام مثلا هذه الزاماك 25 غرام لاحظ معي الزاماك 25 غرام زيد هذه الزاماك 40 غرام ماذا لدينا أيضا مثلا هذه الزاماك 20 غرام هذه الزاماك 20 غرام هذه الزاماك 20 غرام هذه ذكا نأتي إلى الزنك نأتي إلى الزنك الزنك هذا كلها خالط لا نستعمل الزاماك يجب عدم استعمال الزاماك لأن الألمنيوم عنصر ضر للأغنيم والزاماك يحتوي على الألمنيوم يجب استعمال فقط الثقة للعجلات التي تحتوي على ZN لاحظ معي ZN زينك ZN بعض الشركات 35 غرام هذه بعض الشركات يوجد ما يصنع هذه الأثقال انطلاقا من الزينك النقي يعني 100% 35 غرام زينك نقي 100% منهم ما يكتب زينك ولكن ليست نقي لكن زاماك ولكن يكتب زينك يكتب زينك يعني هي من الأفضل عدم استخدام هذه المصادر الزينك هذه الأثقال كمصادر للزينك طبعا يجب نزع هذه الحديدة هذه هذا المعدن يوجد أيضا يوجد أنا ليست معي هنا يوجد منها ما هي الحديد مكتوبة FE الفيروس يعني الحديد ومنها ما يوجد من يعني الرصاص بلومب بي 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 الرصاص وفي الحديد وزد آن زينك كما ترون زد آن زينك لاحظ زاماك يعني خالط ميناء المعادن الزينك والألمنيوم والمغنيزيوم والمغنيزيوم والنحاس نلاحظ مثلا معي هذه ثلاثين غرام هذه زينك زائد آلمنيوم لاحظ مكتوب زينك زد آ زد آن و آن رمز الآلمنيوم و زد آن هذه خالط من الزينك والآلمنيوم يجب أن لا أستعملها إذا أردت استعمال هذه الأثقال أستعمل فقط الأثقال التي ذكر عليها الرمز زد آن لاحظ معي زد آن زد آن يجب نزع هذه الحديدة هذه نزحها صعبة النزع صعبة النزع لا يمكن نزعها بالكالاليب مستحيل يعني تستطيعون استعمال إما القاطع الكهربائي هذا الدوار الكهربائي إما تستطيعون استعمال المقص الكبير الذي يستعمل في أدوات البناء لقص لقص المعادنة الكبيرة الكلاب الكبير الضخم هذا تستطيعون نقص هذه إلى ثلاث أجزاء و إلغاء هذا المثبت هذا المثبت هذا طبعا نحتاج كما قلنا إلى أجزاء و نحتاج إلى ثقل زد آن نقصم هذه القطع إلى هذه الأثقال أثقال العجلة إلى قطع صغيرة أكبر ما يمكن حتى نزيد من مساحة التفاعل ثم نضع عليها هذا السائل السيلفيوريك أسيد بدون إضافة الماء لأن هذا أصلا مخفف لاحظ معي 32 بومي و نضعها على النار من الأفضل نضعها على النار يمكن أن لا نضعها على النار ولكن ننتظر لفترة عدة أيام ولكن لتسريع التفاعل يمكن أن نضعها على النار لتسريع التفاعل نتحصل على الشوائب بعض الشوائب نستعمل القمع و نستعمل ورق 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 المرشح أو أوريق الترشيح أو أوريق التي ننظف بها أيدينا بعد الفطور بعد الترشيح أنا استعملت هنا طبقتين أو ثلاثة من الأفضل اختيار النوع الجيد هذا من النوع الجيد الغالي طبقة أو ثلاثة أو طبقة وحدة تكفي إذن أتحصل على السلفات أو كبريتات الزينك سبيع الإيمها لاحظ الأمبوريتيز لاحظ في القاع عدم النقاوة ولكن معظمه يعني من الزاج الأبيض أو كبريتات الزينك سبيع الإيمها سوف أفتح لكم القنينة لأنه مشبع بالماء لاحظ معي هذا كبريتات الزينك بالنسبة للزينك بالنسبة للزينك لأغنام يقلل 50 بي بي أم من المادة الجافة 50 جزء من المليون من المادة الجافة و يقللل 100 بي بي أم و يقللل 30 إلى 40 جزء من المليون بالنسبة لكم نعطي الجرعة نستطيع إعطاء على ما أظن ولكن يجب التحقق من معلومتي على ما أظن دفعة واحدة خاصة عند الأغنام الفقيرة من عنصر الزينك نستطيع إعطاء ألف ميليغرام للحيوان الواحد ألف ميليغرام ألف ميليغرام دفعة واحدة ثم ننتظر فترة طويلة ونعطي دفعة أخرى ولكن من الأفضل تصحيح الغذاء لأنه ليس من المعقول ليس من المنطقي يعني دوما تجريع الحيوانات هذا يجرع لا يحقن هذا يجرع يجرع الدرنشل هذا وأقول لكم هذا ما لدينا يجب تأكد من استعمال أثقان الزينك والابتعاد عن الابتعاد عن الزاماك هكذا الابتعاد عن الزينك والألمنيوم الابتعاد عن الرصاص والابتعاد عن الحديد فقط استعمال عناصر الزينك في الأخير أقول لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر